بالنسبة طبعا لمتابعتنا لاختفاء الدكتورة سارة نسيم من كومومبو أسوان ويمكن أنا كان في الحلقة اللي فاتت رديت على موضوع التساؤلات اللي كانت سألوني عن موضوع إذا كان فيه تواصل مبيني ومبين سارة أو مبيني ومبين والد سارة أختها والدها خارج نطاق الهوى وأنا قلت لأ وطبعا قدمت رسالة الرسالة دي بتعتبر عامة أنا ما عنديش معلومات غير المعلومات بالنسبة لسالي رايحة زي إيه اللي حصل كنها اتصلت بوالدها وقالت له أنها أسلمت أنا المعلومات اللي عندي زي المعلومات اللي أنا قلتها لحضراتكم من خلال الأب والأخت ما فيش الأخت والأب قالوا أنه الأخت قالت أنها اتصلت بوالدها بعد شهر من اختفاءها وقالت له وكانت على تواصل معاته للوقت وقالت له ان انا عشارت اسلامي وده بعد ما كمان كان في الوقت تزامنا مع انتشار الاوراق السبوتية الخاصة باسلامتها او الاوراق اللي انتشرت من ناحية فيش وتشبيه من ناحية تغيير شهادة تغيير البطاقة وانه استخرج شهادة اسلامة وانه بعد كده برضو والدها كانت معي قال انه هي كلمته وانه قفل في وشها السكة علشان خاطر بدأت يمكن كلامها بسلامه علي انا مش عارفة طبعا تفاصيل المكالمة احنا حاولنا نفهم ده لكن انا كمعلومات بالنسبة او معلومات مؤكدة انه ليه سالي عملت الخطوة دي ليه قالت لهم الكلام ده انا ما عنديش معلومات مؤكدة عن الموضوع ده كلام كتير متنطور يمين وشمال وده اللي بترد عليه حتى صارع يعني في البوستات بتاعتها لكن انا كانت رسالتي اللي وجهتها وجهتها بالنسبة لاختفاء الفتيات ووجهت انه نصائح للأسرة ككل بالنسبة للأسرة والكنيسة علشان ازاي نحمي بناتنا وان احنا كمان بنشوف طيار دلوقتي من موضوع اختفاء القطيات القاصرات فبالتالي انا مش كلامي كان على سارة بالتحديد او دايما على سالي اسفة دايما في الحالات الاختفاءات وانتوا عارفين طبعا برنامجنا متابعة هذه الحالات وانا نفسي بجد فعلا قلبي بيوجعني لأي بنت او اي سيدة بتختفي عشان كده بحاول ولينا فترة طويلة من بداية البرنامج ده لينا حوالي 13 سنة في المواضيع بتاعت الاختفاءات وقدمنا كذا حلقة برضو خاصة وممكن نعمل حلقات خاصة تاني الفكرة كلها انا بحاول برضو الفة نظر الاسرة وانه فيه برضو على الاسرة والكنيسة عبء وانه يعني مش هنسميه عبء هنسميه واجب على الاسرة وعلى الكنيسة ان هم يحافظوا على البنات علشان ما يبقوش فريسة لأي حد تاني مش بتكلم على سالي انا بتكلم على الدنيا in general حتى برضو هنعرض جزء النهاردة من كلام قدسة بابا توادرس من سنين مع واقل الابراشي نفس الفكرة يا جماعة السيناريوهات بتتشابه جدا عشان كده احنا بنقول انه يعني الفكرة بتاعة الدخول للبنات بالتحديد وانه شمعنا البنات يعني قدام كل خمسين بنت بنلاقي شاب ففكرة استهداف البنات البنات القصرات الكلام ده ونصيحة انه احنا ازاي نحمي بناتنا وازاي نسبتهم في الإيمان المسيحي تويهم عشان خاطر انه ما يكونش فيه زئب يتسلل لبناتنا وبناتنا الخرفان اللي هما طبعا مشهورين يعني احنا بالنسبة لنا او معروف المسيحيات والخلق والطباع والدنيا دي كلها والهدوء وانه اي حد بقى وزن على الودان ممكن يسبب مشاكل المهم انه صار بعد انتشار الامور الكتير انتشرت بالنسبة لاختها سالي فالحياة بقى كتبت بوستين والبوستين دول كان مخاطبة للناس اللي بتتكلم كتير على المواقع التواصل اللي هيفتح بقى ويتفلسف على الفاضي في موضوع سالي ربنا ينور بصرته بتأكد برضو سالي لو كانت فعلا حبت او كلمت حد كانت ممكن بكل بساطة تسافر اي مكان وتعمل لها اي عوزاه وهي عندها القدرة المادية والعقلية لكده او تسافر تدرس برا مصر وتتجاوز وتخلف منه كمان دون كل العذاب والتزوير في الاوراق ده او تتجاوز على دينها مش ببساطة تنكر المسيح كده بالطريقة دي وهي عارفة ان باباها مريض قلب وسكر وممكن يروح فيها دي لو حبت تشتري عريس هتشتري بلاش افترع البنت الجميلة اللي زي الملايكة دي حرام عليكو يا فرستين دي بنت المسيح سالي حد شبعان حقيقي بالمسيح يعني قلبها منور وعقلها ثابت وامانها قوي وكانت بتخدم ناس كتيرة وكل كلمة منها كانت بتجيب سيرة ربنا وانها سورة ربنا وما ينفعش تقشر في وش حد يعني مثال للوداعة اللي افتقدها كثيرين سالي مثال للشرف والأدب والأخلاق والعلم والدين والإيمان خافوا ربنا حرام عليكو كانت برضو بتقول لو افترضنا وده مستحيل انها فكرت افكار الهراتيقة وشكت في التناول والأسرار كانت بقت في اي طايفة مساحية تانية اوهلكم الاخطر كانت الحدث خالص بقى اذا كنتوا صدقتوا في الملاك دي اي كلام اللي بيتقال امال البنات اللي بتدلع شوية واللي فرفير او بتعملوا فيهم ايه يا بتوع الكنيسة بتسبوهم فريسة سهلة عادي سالي تحت ضغط كبير بس ربنا اكبر من الكل وقادر على كل شيء ياريت اللي يتكلم يفتكر ان كل البنات والستات المسيحيين او المسيحيات يعني معرضين للي فيه سالي لان الدنيا بقت صعبة والناس عاوزة اي سبوبة وكل واحد مننا بيدفع فيها مبلغ كويس زي ما بسمع والله اعلم ربنا يحرصنا كلنا ويحافظ على بناته الدكتورة سالي نسيم لازم ترك نتعزب مليون مرة في اليوم اعصابنا مش متحكمين فيها ما تحكموش علينا في الوقت ده احنا عمرنا ما كنا نتوقع نتحط في الموقف ده زي ما يسمح زي ربنا ما يسمح لحد بس فعلا لو كنتوا مكاننا كنتوا هتحسوا باللي احنا فيه وده اللي انا دايما بقولوا يا جماعة ان احنا قلبنا مع الاسر دي وانه الموضوع صعب مش سهل وانه يعني الامر زي ما قلنا ان فيه كلام كتير تنطور على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لامور خاصة بالامور العلاقة مش عارف تشكك في الايمان او تشكك في التناول او 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 كده صار ردته احنا طبعا حق الرد مكفول بالنسبة لانه كان لازم طبعا نعرض هذا الرد لكن في النهاية اولا واخيرا ايا كان السبب الموضوع فيه ضغط على سالي او اي بنت مسيحية بتسيب بتبتدي تروح وتظهر لها فيديوهات وتقول لك انا اسلامت وتقول الشهادة والكلام ده احنا بنأكد لحضراتكم من خلال متابعيتنا زي ما قلت على مدى 13 سنة الحالات دي حالات كتير بترجع بترجع وبتندم على الوقت اللي هي كانت في ادرت ان هي تخطو الخطوة دي سواء بضغط او من غير ضغط فبنصلي ونستمر في الصلاة طبعا انتشر برضو لانه في محاولات برضو بانه المحامي اللي استخرج لها اوراق الاسلامة انه مش عارف ناس نشرت صورته واسمه انه اسمه حسن ابراهيم حسن علي وفي نفس الوقت كانوا بيتكلموا برضو على انه المحامي على انه التوكيل برضو فيه ناس بتطعن في صحة التوكيل زي ما كان فيه طعن في صحة اوراق الاسلامة والدنيا دي كلها فيه طعن في صحة التوكيل وفيه طعن في صحة برضو التوكيل اللي عملته اللي تعامل من خلال سالي للمحامي او من خلال سالي للي كان مسيحي واسلام اللي هو المحامي التاني اللي اسمه باسم سليمان وبالنسبة للإجراءات المأخوذة حول البلاغ اللي كان قدم من بعض المحامين للمجموعة دي طبعا فيه يعني تطور في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا البلاغ ده بالنسبة لقصة سالي وبتمنى أنه الجزء الخاص الحلقة اللي فاتت أنا زي ما بقول بقوله لكل أسرة مسيحية ربنا ما يدخل أي حد أو أي أسرة في أنه تمر بالتجربة دي وعشان ما نمرش بالتجارب دي ناخد بالنا من بناتنا ونحميهم ونحوضهم بالعطف ونصحبهم وما نحاولش نقفل ببنا قدامهم وزي ما قلتلكم أنه انتشر برضو من حوار للبابا تودرس مع واقل الإبراشي من كذا سنة وكانوا بيتكلموا عن فتاة الضبع وقتها وبرضو خلينا نسمع كلام قدس البابا وبقول أنه الكلام ده برضو موجه لكل أسرة مسيحية قبل فويت الأوان وقبل ما تتحطوا في التجربة دي من فضلكم حفظوا على البنات وحفظوا على العلاقات أيضا بين الزوج والزوجة العلاقات السوية الجميلة اللي المفروض يكون دايما المسيح ودايما يبقى فيه مائدة الصلاة ودايما يبقى فيه كده وجود للإنجيل والقريات والحاجات دي كلها على فكرة جماعة بتفرق كتير جدا مع أسرنا المسيحية علشان قدق فعلا يكون فيه ثبات في الإيمان ولماذا المسيحيات في الغالب ولماذا النظر للسن الصغير يعني زي المشكلة الأخيرة اللي في الضبعة بنت عمرها 14 سنة هل تقبل أي أسرة مصرية إن بنتها اللي عمرها 14 سنة تخرج عن طحة هل مجتمعنا يقبل هذه؟ لا وهو في الصابق دايما القاصر لابد أن تسلم لعائلتها على الفور في عائلة العائلة دي عندها أبناء أو بنات مدام قاصر مازال في رعاية أبويه أكثر حدود الأسرة وسلامة الأسرة هل يقبل مجتمع تقبل أسرة في مجتمعنا إن بنتها كده هل أنت حضرتك في أسرتك تقبل إن في بنت تكون ذات سلة قربة بيه قاصرة تختفي كده؟ هل إنسان يقبل كده؟ مجتمعنا بتاع كده؟ مش ممكن مش غير مقبول بالمرة وإنما كانش يتم تنفيذ قانون واضح في النقطة دي هيبقى صباح ومساء أزمات قال إنها أزمات كثيرة تحدث في المجتمع دي دي يا أستاذ وائل مش أزمة بس دي حاجة إنسانية دي تابع الهومن رايتس حقوق الإنسان حق أب وأم بيربوا ابنهم أو بنتهم يكبر الولد تكبر البنت يأخذ القرار اللي هو عايزه يعيش فين يأخذ إيه يعطانق إيه هو حر آه بس مش كل الحالات تتعلق بالقاصر يعني ده جزء من الحالات طب لما تكون البنت مش قاصر أيضا بيحدث تحدث فتنة طائفية ويغضب غالبا بإغراءات العاطفة والجنس غالبا وحددك عارف يعني إيه العاطفة والجنس في السن ده غالبا ولا يكون التحول أو يعني عايزة تاخد أي خط يكون عن اقتناع هو عن شكل من أشكال الإغراءات واستخدام الجنس بأي صور بقى دون الدخول في التفاصيل والإغراءات دي نوع من الضغوط التي لا تتمشى مع حرية الاختيار يعني ما اختارت عقيدة ومجتمعنا مجتمعنا سلامة مجتمعنا سلامة المجتمع بتاعنا طيب في الواقع يعني في أزمة فتاة الضبعة مثلا في الواقع حتلاقي البنت تتزوجت وإذا عادت لأهلها ستعود وهي حامل فماذا تفعل؟ يعني تعمل إيه أمام هذا الواقع الجديد؟ السؤال ده توجهه للمجتمع توجهه للمجتمع اللي بيشوه حياة أسرة وبيشوه نفسه ويخلق مشكلة وراء مشكلة طيب هذه مشكلة تانية اتولدت من مشكلة لو كان القانون نافذ من أول يوم كانش يبقى فيه المشكلة دي وبعدين قل لي من فضلك ما زحبه موسيقى ترجمة نانسي قنقر